السلام عليكم الرئيس السويسة يتوقف بسيارته ويجرى حوارا إبوي مع أسيرة بلجيزة أجرى رئيس عبدالفتاح السويسة جولة تفقدية اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيس وزراء أسبانيا وبلاجيكا يؤتذع لك في أطار حراس رئيس السويسة على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية في الدولة حيث تفقد الرئيس السويسة أعمال تنفيذ محور عمر بن العاص بمحافظة الجيزة وهو محور موازل محور المريوطية وكمال عمر ويربط الطريق الدائر والجنوب لتقاطع المريوطية وصولا للطريق الدائر والشمال لتقاطع منطقة المنشية مرورا بأعلى شارع العروبة وترسن الهرماو فيسل بمحافظة الجيزة وأثناء التفقد توقف رئيس السويسة مع أحد المواطنين حيث دار حديث وضا حرص خلالها رئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسيته وقال رئيس للمواطن ولادك دول ربنا يخليه ملك أخبارك أيه بتشتغل أيه ليرود المواطن شغل سواق على عربية سوزوكا ليسأله الرئيس بتعمل كامفلوس في اليوم ليجيب المواطن ممكن مئة جنيه ومرة مئة وعشرين ليسأله الرئيس بتاعة كالعربية ولا شغال عليهما فيجيب المواطن لا شغال عليهما ثم رحب رئيس بزوجة المواطن التي كانت درفقته وصافحتها وطمئن على أحوالها ثم سألهما عن محل إقامتهما فقال في البساتين وسألهما الرئيس أيضا عن مبلغ الإيجار الذي يدفعانه للسكنة فرد المواطن بدفع ألف ومئتين جنيه في أوضا وصالة وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر